اشتركوا في القناة الملائكة للأنبياء وتحية الأنبياء لشعب الله وهي تحيتنا اليوم لكم السلام عليكم سلام لكم سلام لنا وسلام معنا رئيس السلام حاضر في وسطنا هو غير حياتنا ويريد أن يعطينا أملا ورجاء في هذه الحلقات سوف نستضيف ضيفا مميزا جدا راباي أي معلم من أتباع يسوع المسيح الذي غير حياته وأعطاه أملا ورجاء جديدا تصالح معه وتصالح مع شعب الله وتصالح معنا أنا فخور وسعيد جدا جدا وأنا أقدم لكم هذه الحلقة مع هذا الراباي الحلقات ستكون بالإنجليزية وسوف تترجم بالعربية لنكون على تواصل سنتابع سويا والآن نبدأ حوارنا مع ضيفنا الذي أسعد جدا أن أرحب به معنا هنا راباي جيسون سعيد جدا أن أكون هنا معك مرحبا شكرا لك شرف كبير أن تكون معنا في هذا البرنامج شكرا لك أنا أيضا تشرفت بك وكنت أتمنى أن أقابلك كما تعلم أنا قد نشأت في بلد لم أقابل فيه يهوديا واحدا ورغم أني لم أتعرف على يهود تعلمت أن أكرههم ولا أحب أحدا منهم وهذا البرنامج أعتبره فرصة مميزة لي لأكون معك كي نتحدث سويا عما فعل يسوع معك إلهنا صالح المسيح حقا رائح وأنا سعيد للغايل كوني معك أمين والآن أود أن أسألك عن حياتك أولا لنعرف متى قابلت الله وما تأثيره في حياتك وكيف غير حياتك تعلم أن معظم الناس في الشرق الأوسط لم تتح لهم الفرصة لمقابلة أي شخص يهودي ليتعرف عما فعل الله في حياتهم وهذا ما يجعل قصتك مميزة وفريدة ولذا فأنا سعيد لأنك معنا بالنسبة لي من الرأي أن يتعرفك الآن على قصة الآخر إذن دعني أبدأ أولا بسؤالك عن خلفيتك فقد تعرفنا فقط على اسمك وعرفنا أنك كنت راباي آمن بالمسيح لكننا نريد أن تخبرنا أكثر عن عائلتك وماذا تعمل وكل هذه الأمور التي تخص حياتك نعم لقد نشأت في نيوجيرزي في الولايات المتحدة وكنت طفلا لعائلة يهودية لكني للأسف فقدت معظم عائلتي في الهولوكوست لذا فإن الهوية اليهودية كانت هامة لنا حتى أني ذهبت إلى مدرسة يهودية حينما كنت طفلا وهذا يعني أن عائلتك كانت تعيش في أوروبا عند حدوث الهولوكوست لكنهم هاجروا نعم فجدتي كانت من النمسا وجدي كان من تشيكو سلوفاكيا وتربى في براج وحالما سيطر النازيون على الحكم عائلتي فرت وبعدها استطاعت جدتي أن تهرب إلى لندن وقد تمكنت من أن توثر لبعدنا فيزا وكان عليها أن تقرر من سوف تنقذ أولا أباها وأمها وأخاها وزوجته وابناهما حديث الولادة ونجحت في الهروب لكن يبدو أنها فقدت العديد من الأقارب نعم كانت قصة مذهلة فحتى تحصل لأخيها على فيزا اضطرت إلى عبور جبال الألب وهي تحمل الطفلة على ظهرها قصة مذهلة رعتهم فيها يد الرب لكن جدي الأكبر وجدتي ماتا بل قتلهما النازيون قبل أن يهربا هذه القصة أنت لم تقرأها في كتاب بل سمعتها من عائلتك نفسها إنها قصة عائلية أقول هذا لأن الكثيرين في الشرق الأوسط لا يصدقون أن الكثيرين منكم ماتوا أو بالأحرى قتلوا من النازي في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ماذا تقول لمن ينكرون ذلك؟ إن أمي وكذلك جدودي نشأوا بدون عائلة تقريبا وأنا عن نفسي أعرف الكثير من اليهود الذين قاسوا من نفس الظروف وأنا أحزن بشدة حينما أرى أحدهم ينكر هذا الواقع لأننا إن لم نفهم تلك المأساة المروعة فقد تتكرر لأناس آخرين وهذا ما حدث إذ يعاني الكثيرون حول العالم وهذا يعني أننا يجب أن نتعلم من كل ما حدث يجب أن نفهم أهمية ما حدث حتى لا يحدث مرة أخرى لآخرين أعتقد أنك تتحدث عن هذا كثيرا بين أفراد عائلتك أعني ما حدث لكم وتاريخ أسرتكم نعم ولكن ماذا يعني هذا لك؟ ما تأثيره عليك؟ هل جعلك تكره الناس؟ ما تأثير ذلك عليك شخصيا؟ أعتقد أن تأثيره كان عكس ذلك فما تعلمته في نشأتي من والدي أو في المجمع أو حتى في المدرسة العبرية وأنا طفل هو أننا جميعا خلقنا على صورة الله وأننا شعب الرب ولهذا فإن كل إنسان له قيمة كبيرة وعظيمة في عين الرب فأنت إذا آذيت إنسانا واحدا فقد أهنت الله أنت تدنس اسم الله إذا أهنت المخلوقين على صورته وهذا جعلنا لا نقدم على إذأي أحد والسبب هو أن هذا يعد عدم احترام لله نفسه ونحن نحترم الله ولكن هذا لا ينفي أن هذا التاريخ جزء لا يتجزأ من هويتكم أعتقد أن هذا جعلني أكثر إحساسا بآلام الآخرين ومعاناتهم وبالمتاعب والصعاب التي التي يمرون بها في هذا العالم المدي وهذا جعل حبي لهم أعمق وأقوى وصرت أتعاطف معهم أكثر لهذا أنا ممتن جدا لأني معك هذا اليوم لأن العالم من حولنا صار مليئا بالصراعات والحروب وأهم صراع هو الصراع ما بين العرب من ناحية واليهود من ناحية أخرى وأنا أعتقد أن أن الله يريدنا أن نحب بعضنا بعضا في المسيح يسوع وهذا أمر هام وجميل جدا فالكراهية التي اختبرتها عائلة لا أريد أن يمر بها أحد أيا كان ونحن نشهد هذه الأيام الكراهية في أزمة اللاجئين التي يمرون بها في الشرق الأوسط كما ترون معنا من خلال هذه القصة نتعلم أن تاريخنا يجعلنا إما أفضل أو أسوأ وأن علاقتنا بالله ستجعلنا نواجه الآخرين ونتحدث معهم وهذا ما نأمل أن نتعلمه من القصة والآن جيسون ينتبني فضول حول حياتك الشخصية أنت نشأت في عائلة ومدرسة يهودية ماذا كنت تفعل في المدرسة؟ في الواقع علموني الكثير جدا عن التوراة تعلمت الكثير عن أصفار موسى الخامسة تعلمت أيضا الصلوات اليهودية وعلموني أيضا التاريخ الكتابي كما درست بالطبع التاريخ اليهود كما قمت أيضا بإعداد بعض الدراسات في المواد الدراسية العادية وبالتالي كان لدي موروث ثقافي متنوع وجيد معظم هذه الدراسات كانت لتهيئتي أنا وزملائي لنكون بار ميتزفا وماذا تعني هذه الكلمة؟ حرفيا كلمة بار في اللغة العربية تعني ابن وكلمة متزفا تعني في العربية الوصايا أي أن معناها ابن الوصايا وماذا تعني بالوصايا؟ هي وصايا موسى المذكورة في العهد القديم والتي تتلى على الفتى اليهودي حينما يتم الثالثة عشر من عمره حيث يكون مسؤولا عن صلواته وأفعاله وأن يحيي حياة تليق بتاريخه وتراثه وعاداته وبالطبع هذه الصلوات صلوات توارثتها الأجيال وهم عادة يتنقلونها من جيل إلى جيل وهي موجودة في التوراة وفي كتب موسى الخمس وباقي نصوص اليهودية أيضا وهذا يعني أنك صرت طبنا لهذه الوصايا وصارت جزءا من حياتك نعم فالأمر الآن لم يعد يتعلق بأفعال آبائك بل بأفعالك وحياتك وأنك صرت فردا مساهما في عائلتك وفي المجتمع اليهودي ككل وعضوا في المجمع وبالطبع هذا تكون له عدة مسؤوليات فأحد الأمور الرئيسية التي تحصل عليها في البارميتزفا حينما تصل إلى الثالثة عشرة وأنك تصير واحدا ممن يدعونا المينيان ويقصدون بها العضو الكامل في المجمع اليهودي أي أن تقرأ علانية من التوراة وتفعل ذلك عدة أيام أسبوعيا وكذلك في أيام السبت صباحا أو بعد الظهر تبعا للطقس تقوم بقيادة المؤمنين في هذه الصلوات ثم تقرأ بعدها أحد القراءات الأسبوعية من التوراة باللغة العبرية بالطبع مثل ما فعل المسيح حينما ذهب إلى المجمع فقد فتح المسيح السفر المقدس وبدأ في القراءة منه ونحن نقرأ إلى يومنا هذا من تلك الأصفار بنفس الطريقة التي قرأ بها هل الدراسة هناك كانت ممتعة؟ بالطبع بعض منها كان ممتعة نعم لكن كما قلت هناك جهد ومذكرة كان يجب أن نحفظ التوراة باللغة العبرية لأن العبرية لا تحتوي على حروف صوتية مميزة ولذا كان يجب أن نقولها بنغمة معينة كما كان يجب أن نغنيها أيضا وبالطبع علمون القانون اليهودي والوصايا بالتأكيد بشكل عام كان الحفظ شيء أساسي حينما كنت صغيرا ذهبت إلى مدرسة لتحفيظ القرآن كنت صباحا ومساء أتلو الآيات القرآنية مرات ومرات هل كان الأمر مشابها؟ متشابه للغاية مع اليهودية التقليدية إذ يطلب منا دوما أن نحفظ كثيرا وعادة ما تكون هناك أسئلة وحوارات ومناقشات أنت كنت تدرس لتفهم الأمر بشكل كامل لا من أجل الحفظ الظاهري فحسب كان هذا هو هدفي وهل كنتم تقيمون احتفالا في نهاية تلك الدراسة؟ كما قلت في عمر الثالثة عشرة نحتفل بالبارمتسفا وتبدأ وقتها في القراءة أمام الجماهير كما تقوم بقيادة الصلوات أيضا وعادة في المساء تقيم حفلا كبيرا تقوم فيه بدعوة كل الأصدقاء والعائلة كان وقتا مميزا إذن أنت كنت يهوديا متدينا وخلفيتك تراثية وهامة هل كنت تضع هذا في المرتبة الأولى كأهم شيء؟ أخبرنا كيف كانت حياتك؟ بالطبع كوني يهوديا كان أمرا مهما لكن حالما وصلت لسن الثانية عشرة تمركزت حياتي في الرياضة تحديدا كرة السلة إذن أنت رجل رياضي؟ كنت أحب الرياضة جدا وأتذكر أنني بدأت كرة السلة في مرحلة مبكرة في الثانية عشر ونجحت في أن أتحول من أسوأ لاعب في الفريق إلى أفضل لاعب في الفريق كنت بقصر هذا في تلك المرحلة كنت أضحكة الفريق لكن تدربت بقوة أوكي الأمر كان يهمك جدا كما لو كنت سوف تحترفه كنت أمارس اللعبة طوال الوقت وكان أملي أن أنضم لفريق كرة السلة الجامعي وبالفعل لعبت في أفضل الفرق وحينما ذهبت للدراسة الثانوية كان مدرب فريق كرة القدم للصغار هو نفسه مدرب كرة السلة وأنا كنت أتمنى اللعب فقال لي جيسون إذا لم تلعب كرة القدم فسوف أحرمك من السلة وأنت لم تحب كرة القدم؟ لم أحبها على الإطلاق في بيتنا عند اليهودي الصالح ثلاثة ممنوعات كرة القدم وشمو الجسد الدرجات النارية أي لن تتمكن من لعب كرة القدم؟ أهلي رفضوا وأنا أيضا رفضتها كنت ألعب كرة السلة طوال العام لكن مدرب كرة القدم لم يحبني لأني رفضت كرة القدم غضب وكيف انتهى بك المطاف في تلك القصة؟ هل وصلت في كرة السلة؟ مارست كرة السلة لمدة عامين وكنت كلما ألعب جيدا يعنفني المدرب ويعاملني بقسوة ويوما مات شاجرنا سويا ألقيت على إثرها الكرة على رأسه من منتصف الملعب وندمت فقد أدى هذا إلى طرد من فريق كرة السلة نهائيا وكانت بداية مرحلة جديدة في حياتي إذن فقدت الشيء المهم في حياتي؟ نعم كان مهما جدا في حياتي وماذا حدث بعدها؟ سألت نفسي ماذا سأفعل الآن في وقت فراغي الكبير في أصدقائي في فريق كرة السلة؟ لم أعرف ماذا أفعل صراحة وصدقت فتى من المدرسة كنديجي وموزع مخدرات إنه لأمر مختلف تماما وبعدها بدأت أقع في مشاكل متعددة فبدأت في أتسكع في مدينة نيويورك أذهب إلى نواد ليلية أكثرت من الصهر والحفلات بدأت في الانسياق بدأت في الانسياق وراء صديقي أيضا بعت مخدرات يا إلهي حتى أنني أخيرا رغبت في الانضمام لإحدى العصابات الفلبينية كنت غاضبا طوال الوقت وكنت أوقع منفسي في المشاكل والشجارات وكنت أفخد حياتي عدة مرات تم إطلاق النار علي وضربت بمضارب البيسبول كان جنونا وهل كنت وقتها تلوم درب كرة السلة الذي لم يدعك تلعب في الفريق؟ تلوم الرجل على العكس فقد كنت في مرحلة جديدة من حياتي وكيف تماشى هذا مع التعليم اليهودية ومع معتقداتك؟ لا بد أنك كنت تمر بصراع كبير وقتها فقد نشأت في عائلة متدينة ولكنك الآن خرقت للعالم الصعب في الواقع أعتقد أني فعلت ذلك لكي أستكشف ذاتي أعني دوما ما كنت أعتقد أن الله موجود يراقبني ويرعاني حتى في وسط كل تلك المشاكل والصعاب كنت أؤمن أن الله موجود وأنه يشعر بي وبكل ضعيف حتى في وسط كل تلك الأشياء الجنونية التي كنت منخرطا فيها وأنا أعتقد أني رأيت يد الله جلية وواضحة في كل تلك الأحداث لأن وجودي في ذلك الوسط سمح لي بالعمل في إحدى أكبر استوديوهات التسجيل في نيويورك أي أنك اقتحمت عالم التسجيلات وقابلت هناك العديد من المشاهير هل كان ذلك مغريا بالنسبة لك؟ هل كنت تريد أن تكون مشهورا؟ نعم فقد بدأت في العمل في ذلك الاستوديو والذي كان واحدا من أكبر الاستوديوهات بدأت في التدرب كمهندس مبتدئ وعملت تقريبا مع كل المشاهير في ذلك الوقت وحينها قابلت جميع المشاهير كما قلت كان من بينهم الكثير من مغني الراب كما استضفنا عددا كبيرا من مغني الروك والمغنيين المشهورين الذين يعرفهم الجميع على سبيل المثال المطربة مدنة وجميع فئات المشاهير بعضهم تحدثت معه بالفعل والبعض الآخر كنت موجودا أثناء عمله فحسب وهل أعجبت بتلقة حياتهم؟ نعم، اعتقدت أنها حياة رائعة مليئة بالنجاح مليئة بالإبداع ولكن حين تتأمل حياتهم سترى أن أكثرهم لا يعرفون معنى السعادة عندها قلت لنفسي لا يمكن أن تكون هذه هي الحياة فقد شاهدتهم يطاعتون المخدرات أمام أولادهم رأيت بعضهم يستغلون الآخرين عدة مرات وهذا جعلني أرغب في العودة عن ذلك الطريق لأبحث لنفسي عن المعنى الروحي للحياة إذن نقطة التحول الأولى في حياتك حينما سألت نفسك عن هدف وجودك في الحياة بالتأكيد، أدركت وقتها أن الثروة والشهرة والمال ونجاح غير كافية لجعلك سعيدا لم تستطع تلك الأجواء ملأ احتياج الداخلي والذي اعتقد أنه كان قابعا في قلبه إذن ماذا فعلت حينها؟ ببساطة بدأت رحلتي الروحية مرة أخرى وحينها بدأت في أمرين أولهما أني عدت لاستكمال دراساتي مع الحاخام مرة أخرى وبدأت في قراءة التوراة بشكل منتظم وفي الوقت ذاته قمت بالتالي بدأت في دراسة فلسفة العصر الحديث والديانات وأعز أصدقائي الذي كان عضوا في العصابة الفلبينية ساعدني في تعلم الفنون القتالية التي كنت أحبها كثيرا وهكذا درست الفنون القتالية وارتفع مستوايا بشكل كبير بها وبعدها بدأت في تعلم التأمل ولكن كيف كان يمكنك التوفيق ما بين الاثنين؟ أعني أنك كنت تذهب إلى المجمع وتقرأ التوراة وفي المقابل تقوم بشيء آخر يتعارض مع هذه الخلفية أعتقد أنه في ذلك الوقت كان الحخام يريد تشجيعي فلم يكن يعترض على ممارستي لتلك الأشياء طالما ظللت مستمرا معه في هذا الطريق كان يحاول تقويمي بقدر الإمكان ولكن الآن عند رجوعي بالذاكرة لتلك الأيام أعتقد بالفعل أنهما مصارني لا يمكن أن يلتقيها عالمان مختلفان تماما بالنسبة لي رغم استمتاعي بالذهاب إلى المجمع لم يتخطى الأمر قط التقوص الديني الجافة وأنا كنت حقا أريد أن أعرف الله شخصيا وأن أتقابل معه بطريقة حقيقية وملموسة لا أن أسمع عنه فحسب أو أن أتواصل معه عبر التقوص أو الصلوات بلا حياة أتفهمني؟ نعم، وماذا فعلت حتى تصل إلى هدفك؟ أولا حاولت ممارسة التأمل والقيام بعدة تدريبات روحية أخرى التي شجعني عليها بعض المعلمين والمرشدين الموجودين حولي وذلك ساعدني المعلمون يهود نعم، كانوا من اليهود كما درست التصوف اليهودي وأيضا قمت بعمل كثير من الأبحاث والدراسات ودوما كنت أمل أن تأتي تلك اللحظة التي أقابل فيها الرب وجها لوجه ولم يخيب ظني حسناً، ولكن قبل أن تخبرنا عن ذلك لو أن أحد الأشخاص الآن في نفس وضعك القديم شخص جرف في هذا العالم باحثاً عن الشهرة واختلط الأمر عليه تخبط في المعتقدات والديانات لكنه يبحث من قلبه عن الرب ما هو الطريق الأقصر لعودة هؤلاء مرة أخرى؟ أعتقد أن الله لمسني ودخل حياتي لأني كنت أبحث عنه بالصدق وشغف كنت أقول يا رب إذا كنت حقاً إلهي وموجوداً بالفعل أظهر لي ذاتك حولني لصورتك النص الكتابي واضح وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم أي أنه إذا صرخنا بالصدق وطلبنا الله من أعماق قلوبنا فسوف يظهر ذاته لنا لذلك بدأت في قراءة الكتب المقدسة طالباً من الله أن يتحدث إلي إذن أنت تقول إن الله وضع في قلوبنا اشتياقاً دائماً نعم بغض النظر عما يحدث في حياتي بغض النظر أعتقد أن الله زرع الخلود في قلوبنا وأننا نعلم جيداً في صميم قلوبنا أن هناك شيئاً أعظم في هذه الحياة وأنا أعتقد أننا لن نشعر بالرضى عن أنفسنا إلا عند إجابة سؤال لماذا نحن هنا؟ وماذا ينبغي علينا فعله للتأثير إيجاباً في هذا العالم والقيام بالتغيير الذي يجب أن يبدأ بنا قبل أن نفعل شيئاً ذا قيمة في هذه الحياة ماذا تقول لأناس في حالتي؟ أنا ولدت ونشأت كمسلم كنت خائفاً أن أسأل الله من أنت؟ ما عملك في حياتي؟ على الرغم من أني كنت أبحث عنه لكن لم أجد الكلمات بسبب خوفي كنت أخشى أن أصير ملحداً إذا سألت الله ماذا تقول لشخص مثلي؟ أقول له لا تقنع فقط أو تكتفي بأي دين لا تكتفي ببعض المعلومات تعالي الله الله هو خالق السماوات والأرض هو خلقك لتكون في علاقة حقيقية معه وأنا أعتقد أنه لا يجب أن نحيا في خوف جزء من الإيمان هو الثقة وامتلاك الشجاعة لنسأل الله أسئلة صعبة أن نطلب منه أن يأتي ويتقابل معنا وهذا يناسب طبيعة الله فالله هو الأب المحب لا يحب أن نحيا في حالة خوف دائم منه وهو لا يريد أن يظل محتجباً عنا فهو يريد أن نعرفه مثل ما هو الحال مع آبائنا الأرضيين فأبونا الأرضي لن يكون أباً صالحاً إذا اختبأ منا وسمعنا أخباره فحسب من أناس آخرين إذن أنت تشجعنا ليس فقط أن نبحث عن الله بل أن ندعوه ليتقابل معنا أنا أعتقد أن هذا هو أحد الأهداف الرئيسية للحياة يقول البعض إننا مخلوقات مادية تختبر بعض الاختبارات الروحية وأرى أننا مخلوقات روحية تعيش في عالم مادية وصدقني الهدف الرئيسي من هذه الحياة هو أن نتواصل مع الله أنت ذكرتنا بالنصوص الكتابية التي تشجعنا على البحث عن الله مثل وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم هل هناك أي نوع من الوعود المشجعة المرتبطة بهذه الوصية؟ تخبرنا بها؟ أعتقد أن يسوع قال في إنجيلي يحنى خرافي تسمع صوتي أعتقد أنه إذا توقع الرب أننا سنسمع صوته فهذا يعني أنه يريدنا أن نبخى أصدقائه إنه يريدنا أن نعرفه بشكل شخصي عندما تقرأ النص الكتبي كلم الله موسى وجهاً لوجهه وخاطب الله إبراهيم أي أن الله تكلم إلى بنيه وبناته فهو يتحدث إلى أبنائه باستمرار لا يفعل ذلك بشكل جماعي فقط بل يرغب في الحديث مع كل فرد فينا على حدة الله ليس نظرية بل شخص فهو يريدنا شخصياً هل يمكن أن تكرر هذه الجملة؟ الله ليس نظرية مجردة الله شخص لذلك يريدنا أن نعرفه شخصياً أعني أنه من السهل أن نفكر في الله بشكل عقيدي أو تقصي أو عملي ولكن هذه الأشياء لن تشبعنا أبداً لأن الله شخص يريد أن تكون لنا علاقة شخصية معه أتفهم قصدي؟ الله هو الأب هو من خلقنا ويريد أن تكون لنا علاقة حقيقية به وأي شيء دون ذلك لن يكون مشبعاً للإنسان وأنا أعتقد أن هذا من أكبر المخاطر التي تواجه العالم الديانة قد تكون أمراً سيئاً أقصد الديانة بعيداً عن تلك العلاقة الشخصية لأنه يمكنك أن تفعل كل تلك الأشياء نسمع، نرى حقائق لكن حقيقة بدون حب حقيقة بدون نعمة بدون علاقة شخصية مع الله حقيقة لن تغيرك ولن تؤثر في العالم إيجاباً نحن تغيرنا بفضل هذه العلاقة مع الله أمين أمين وهذا يعني أننا لا نحتاج أن نعرف عن الله نحتاج أن نعرفه هو بالضبط الله لا يريدنا أن نعرف عنه بل أن نعرفه هو لأن هذه العلاقة وحدها هي التي تغيرنا وهذا تحديداً يظهر علاقة الحب مع الله يظهر علاقة الحب مع الله أنا أعتقد أن هذا في منتهى الأهمية الشيء الوحيد القادر على تغييرنا هو حبه لذلك أجلس هنا معك كأخ لي على الرغم من أن جذورنا وخلفياتنا مختلفة تماماً لا أقبلك فقط بل أحبك وكشخص يهودي فأنا أحب الشعب العربي وأحب البلدان العربية لماذا؟ لأن الله غير قلبي وأصبحت أفهم جيداً أنه لا يمكن أن أحب الأب وأكره الأبناء في نفس الوقت لا يمكن أن أحب الخالق وأكره من خلقهم بيده كره واحد فقط من أبنائه يعني فوراً أني لا أحبه أمين 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 اقتربنا من نهاية حلقتنا الأولى سوف نكمل في الحلقة التالية عن قوة عمل الله في حياة جيسون الذي عين الرب الذي شاهد الرب شخصياً وجهاً لوجه وتحدث إليه وغير له حياته إذا كنتم تبحثون عن المسيح فهو يبحث عنكم يريد أن يقابلكم اليوم بينما نحن نتحدث الآن أخي جيسون شكراً جزيلاً من أجل تواجدك معنا اليوم وأنا في غاية الشوق لسماع بقية القصة وكيف أن الله اهتم بك وبحث عنك وعثر عليك وغير حياتك أنا أيضاً أريد أن أقول لك إنني أحبك جداً شكراً جزيلاً أشكرك على وجودك معنا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم